أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة أخذت أكثر من 32 إصلاحا لزيادة وتحسين وتنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين وخلال مؤتمر صحفي لفت مدبولي إلى أن مجلس الوزراء أخذ قرارا بمنع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مسمى من شأنها تؤثر أو تزيد من الكلفة لقطاع الصناعة وتم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقرية وقامت دولة بتحملها عنهم تديننا نتوسع في موضوع الرخصة الزهدية زي ما حضراتكم شفتوا وأيضا المبادرة اللي أطلقناها بأن احنا بندعم الفايدة للقروض اللي هم بياخدوها من البنوك بتبقى فقط بيتحمل 11% والدولة تتحمل البيئي الحقيقة يمكن على مدار الفترة السابقة اعتبر من شهر يونيا خدنا كل هذه يوليو خدنا كل هذه الإجراءات والقرارات ويمكن أخيرا كان شيء مهم جدا تبقى برضو لطلبات القطاع الصناعي والتحاد الصناعات كانت يمكن أحد دايما كانت أحد أهم التحديات اللي بتواجههم الحصول على موافقات بعض الجهات وتحديدا يمكن كانت البيئة والحماية المدنية وأقرنا شيء مهم جدا أن المكتب الهندسي والاستشاري اللي بيجيبه المصنع عشان يعمل الرسومات هو اللي حيبقى بيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية الحريق وأيضا بالاشتراطات البيئية وبينضي على هذا الموضوع أن الرسومات بتتوافق بهذا الشأن وبناء على هذا الكلام لا جهاز شؤون البيئة ولا الحماية المدنية حتبقى بتدي أي نوع من الموافقات المسبقة ترجمة نانسي قنقر